زي ما حضراتكم شايفين معايا كده مية وعشرين دولار ديت هي من اسهل الطلق اللي انا استخدمتها في حياتي علشان اقدر اجيبهم الموضوع كان سهل وبسيط وزي ما حضراتكم شايفين ده الحساب بتاع على فايفر وده الشغل اللي انت هتشتغل بالزبط مش ياخد منك اكتر من شهر هتقدر تعمل الارباح ديت ويمكن اكتر كمان اهلا بحضراتكم عاملين ايه وحشتوني جدا بجد فيديو النهاردة فيديو سهل وبسيط واي حد في اي مكان في العالم هيقدر ان هو يشتغل عليه ويحقق ارباح كويسة جدا انا عن نفس اشتغلت بالاستراتيجية دي مدة شهر واحد قدرت ان انا احقق مية وعشرين دولار فقط من الاستراتيجية دي وانت وغيرك واي حد هيقدر ان هو يشتغل حتى لو قلت طالب تأكد ان انت هتقدر ان انت لو طبقت نفس اللي انا هعمله النهاردة فيديو النهاردة انت كمان هتكسب تأكد برض ان احنا في مسابقة هنعلل عن الفائزين بتوحها الخاصين بالفيديو السابق واللي قابليه في اخر الفيديو وكمان هيكون في في اخر الفيديو اعلان لمسابقة جديدة فتأكد ان انت تتفرج على الفيديو من اوله لاخره وعشان ما اطولش على حضراتكم يلا بينا نبدأ في الشرحة على طول تمام شباب زي ما حضراتكم شايفين معي دلوقتي احنا على دي الناس اللي بتقوم او بتقدم الخدمة بتاعة اللوجو زي ان انت تعمل لوجو وكلام ده كله ده اللي احنا هنشرحه ولكن انا بقول لك دلوقتي الناس ازاي بتكسب على موقع وممكن على خمسات واي موقع تاني اه انت ممكن تحب تشتغل عليه في العمل الحل ولكن تقدر ان انت تشتغل عليه بشكل كويس جدا زي ما انت شايف الرجل ده عامل اكتر من الف مبيعة اه تلتمية وعشرين مبيعة لو نزلنا تحت تمنمية تلاتة وسبعين مبيعة اكتر من الف مبيعة برضو اكتر من الف مبيعة طبعا ارقام كبيرة جدا طبعا هيجي واحد دلوقتي من المشاهدين الاعزاء يقولي طيب انا دلوقتي شايف قدامي ناس عامل حاجات احترافية قوي وحاجات يمكن تكاد تكون يعني اعوز الناس شوية هجي اقول لك يا صديقي ايه هنعمل اللجوهات عادي جدا انا عن نفسي استخدمت الموقع اللي انا هشرحه لك دلوقتي ده باسخل طريقة ممكنة وقدرت ان انا الاقي الزبون بتاعي اللي ياخد مني الشغل مش لازم تكون محترف قوي ولكن طبعا الاحترافية بعد الخطو دي مطلوبة جدا لازم ان انت تطور من نفسك تاخد كورسات اونلاين تتفرج ازاي ان انت تعمل احترافي بالفوتوشوب والكلام ده كله ولكن الموقع دوتها بيحطك على بداية السلمة لتقدر تجيب من خلالها فلوس لو انا بكنمك في مية دولار ميتين دولار لا انت لما تحترف الموضوع ده ممكن تبقى زي الشخص دوت بتجيب اكتر من الف مبيعة وهنا اكتر من الف مبيعة تمنمية تلاتة وسبعين مبيعة انت تقدر انا عن نفسي في شهر واحد عملت كم بيع كده جبت المية وعشرين دولار يعني دي كانت حاجة بسيطة جدا على سبيل المثال لو دخلنا على الشخص ده كده هتلاقي ان البازيك بتاع او البداية بتاعته هي عشر دولار في حين ان الستاندرد او المتوسط بتاعه هو خمسة واربعين دولار انت متخيل طيب هو عامل اه كان مبيعة هو في الاصل عامل الفين ونص مبيعة ومعه اردارين تاني هو شغل عليهم فلو جينا كده بحزبة صغيرة ده رمضة الالفين خمسمية تمانية وستين مبيعة ديت في المتوسط بتاعه اللي هو الخمسة و الف وخمسمية وستين دولار لو حولتهم بالمصري كده مثلا هتلاقيهم عاملين تلاتة مليون ونص اتا متخيل يعني انت لو قرصت نفسك انك تاخد او تطبق بعد فيديو النهاردة في الموضوع وتشتغل على نفسك شوية هتلاقي ان انت على بداية الطريق الصحيح اللي انت المفروض تمشي فيه عشان ما طولش عليك في المقدمة والشغل اللي الناس عاملاه غيرك خلينا احسن نبدأ نشتغل بشكل عاملي ونشوف ازاي نقدر ان احنا كمان نحط لجنينة في المجال ده تمام شباب بالرداء الع شي destroy ايضا ان انا قمت بعمل فيديو سابق لفايفر ازا ان انت تبدأ تعمل حساب عليه وازا ان انت تبتل تمشي في خطوات تسجيل الخدمة بتاعتك علي عشان تبتل تظهر ليه العملة وان هما يبتدوا ياخدوا منك الشغل بتاعك لازم تتفرج على الفيديو مهم جدا هسيب لك لينك الفيديو فيه صندوق الوصف والصورة بتاعت الفيديو هتظهر قدامك حالا على الشاشة تأكد ان انت تتفرج عليه وتأكد انت تتفرج على الفيديوهات الخاصة بالعمل الحل وم Gravity هتفيدك جدا جدا جدا. تمام شباب الموقع اللي هنستخدمه في شرح النهاردة اللي هنبتدي نعمل به اللوجو بتاعنا هو موقع موقع الميزة اللي فيه ان هو مجاني تماما واي حد ينفى ان هو يستخدمه في اي مكان في الدنيا. كمان تقدر اللي انت تشترك فيه لو حابب عشان تحصل على تصاميم اكثر احترافية ولكن تقدر برضه انت تشتغل عليه بشكل مجاني. كل اللي عليك انك هتيجي في النص كده وتكتب لوجو بعد كده هتدوس انتر. بعد كده هتظهر لك كتير او مجانية تقدر ان انت تستخدمها وتطور عليها زي ما انت عاوز وزي ما العميل عاوز. طيب انت اللي بيتم معك هي ان العميل بيجي يقول لك والله انا اسم الشركة بتاعتي وليكن فكرة تانية. الالوان بتاعت اللوجو بتاعتي هي الاخضر والابيض والاسود مثلا. فانت هتقدر ان انت بناء على دي او المتطلبات بتاعت العميل هتبتدي ان انت تنفذ اللوجو بتاعه بشكل احترافي على زي ما انت شايف الحاجات دي كلها مجانية الحاجات اللي عليها علامة التاج دي او البرو دي دي لازم تبقى مشترك في آآ وعلى فكرة الاشتراك فيه رخيص جدا يكاد لا يتخطى آآ اشتراك شهري للنت فالموضوع سهل جدا فاهمني ازاي كل ما هتنزل هتلاقي الوجوز مجانية كل ما هتنزل هتلاقي الوجوز مجانية بالشكل دي على سبيل المسال خلينا نطبق على اللوجو ده بعد كده هتدوس جدي جدا. كل الى انا عاوز دلوقتي ان انا اعدل في اللوجو دوت وبتدي ان انا اقدمه للعمين بتاعي على سبيل المسال ان العمين بتاعي اسمه فكرة تانية. هبتدي ان انا اكتب الاسم بالشكل ده ببتدي ان انا اعدل عليه قدر المستطاع عشان يزبط معي ووستانه بالشكل ده طيب الشعار بتاع اللوجو ده ايه او الشعار بتاع governors دووت ايه مسلا أون لاين. ده الشعور بتاع فكرة تانية ربح المال على الانترنت اهو عبتلي ان انا برضو ازبطها جميل جدا طيب انت ينفع ان انت تغير كمان في لون التكست بالشكل انت عاوزه يفضل دايما ان انت تكتبس الالوان من اللوجو نفسه يعني اللوجو بتاعك لو هو مثلا في الالوان السماوية والازرق والكلام ده فخلي التكست برضو واخد من نفس اللون بحيس ان هو ما يبقاش فيه حاجة شازة ممكن تخلي اللون اللي تحت ده برضو هنا الميزة بتاعت قنف ان هو بيطلع لك الالوان مكتبسة من اللوجو نفسه يعنى انت العميل بيديك miejscهور مثلا بتاعت اللوجو هو الشكل ده هتلاقي بعد كده لما تيجيب تام الالوان تكست بتاعتك هو بيكتبسها في الاساس من اللوجو نفسه فده حاجة ممتازة جدا جدا طبعا انت اللوجو دوت بتحط مثلا اي لوجو اللي عميل بيعي تقولك على سبيل المثال هاخد اللوجو بتاع对 انا مثلا لحظة واحدة على سبيل المثال هاخد اللوجو بتاعه هابتدي ان انا اصغره بالشكل ده. جميل جدا زي ما انت شايف انا عملت النفسي وانا قاعد معك دلوقتي شعار سهل جدا يعني من ابسط ما يكون خد مني دقيقة او اقال لي كمان. انا بس عشان بشرح لك الفكرة. الخلفية ينفع ان انت طبعا تغيرها زي ما انت عاوز. ممكن تغير في الخلفية عندك كل الالوان من الناحية الشمال دي تقدر ان انت تعملها جريديا انت حتى او اي شكل انت بتفضل. وطبعا دي حاجة بترجع لزوءك. ده لو العميل مش طالب لكن العميل دايما بيطلب متطلبات في الالوان بتاعت اللجو فحاول دايما ان انت تختار الالوان المتناصقة اللي عميل طلبها منك جميل جدا كل اللي هتعمله دلوقتي من فوق على الشمال هتعمل فايل بعد كده هتعمل بعد كده هتختاره حسب الصيغة اللي هو بيطلبها منك. هو عاوزها جي بي جي عاوزها بي ان جي عاوزها بي دي اف ستاندرد او بي دي اف برينت هتبتدي ان انت تتباح تنزلها بناءا على طلب العميل. في الغالب بتكون ليه لان هو بياخدها بيبتدي ان هو يحطها مسلا على 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 اي ان كان البزنس بتاعه فيفضل دايما ان هي تكون بعد كده هتعمل هتعمل تحميل عادي جدا وبعد كده هتنزلها على بالشكل دوت بشكل مجاني تمام. طيب احنا ليه بنستخدم يا جماعة انت لو بحثت على النتة وهتلاقي الناس كتيرا بتقول لك ده فيه مواقع بتعمل لجهات مجانية ومش عارف ايه هتلاقي بيديك آآ محاولة اثنين تلاتة بعد كده لازم تدفع فلوس والموضوع بيبقى معقد جدا. هو احترافي جدا وبجد جميل جدا وينفع ان انت تشتغل عليه زي ما انت عاوز. انا والله استخدمت الطريقة المجانية. انا ما دفعتش فلوس في على فكرة. مع ان الافضل ان انت تدفع فلوس وتستغل اللوجو اللي هي المصنفة يعني تقدر ان انت تستغل لها عادي ما فيش اي مشكلة. كمان انت تقدر ان انت تغير في الفونت يعني براحتك جدا الفونت ده ممكن تلعب فيه زي ما انت عاوز. زي ما انت شايف ممكن تلعب في الفونت باي طريقة انت عاوزها يعني. وتعمل بدل الفكرة اثنين وتلاتة والبعض وتقدمها للعميل كاب داية. فاهمني ممكن تصغر كده وتزبط برضو الفونت عادي جدا. يعني ميزة يا جماعة ميزة. انا مش عايف ازاي لحد الوقتي في ناس مش بتستغلوا. انت ممكن تعمل به بيزنس كارد. ممكن تعمل به لوجو. ممكن تعمل به اي ديزاين انت عاوزه خاص ببرينت وندماند. واحنا شرحناها كتير قبل كده. اللي هي اطباعة عند الطلب. فانت ازاي مش مستغل لحاجة زي كده? ولكن انا دايما بحاول في قناة فكرة تانية هي قناتكو في الاول وفي الاخر. بحاول ان انا ما سيبش اي صغرة سواء كبيرة او صغيرة. لازم اكون بغطي جميع النقاط ولازم اكون بحاول افيدك قدر المستطاع. فانت كده فهمت الفكرة ازاي بتقدر اللوجو ازاي تقدر ان انت آآ تاخد الطلبات بتاعت العميل في الالوان بتاعته. يعني هيقول لك ولا انا عاوز اللوجو بتاع زي ما اتفقنا مرة تانية اخضر ابيض اصفر هتبتدي ان انت تشكل من الاحمر ابيض اصفر دولت. فاهمني ازاي هو بيديك اللوجو بتاعك بتبتدي بتاعه عفوا وتبتدي ان انت تحطه كده زي ما انا حطيت اللوجو بتاع القناة بعد كده بكتب كلمتين زي ما هو بيقول لي اسم البراند بتاعه او البزنس بتاعه ببتدي ان انا ازبطوه على الاساس ده. تمام? بعد ما بينزل معي بيبقى ده الشكل بتاعه. ببتدي ان انا اخده ادهوله عادي جدا الموضوع كله بيتم على فايفر نفسه من غير اي مشاكل. او بيبعت لك سواء بتوصل لك على الايميل او على المسيجات بتاعت فايفر والكلام ده انا شرحته قبل كده على القناة اكتر من مالا. وهسيب لك زي ما قولت في سندوق الوصف في لينك الفيديو ازي ان انت ترفع اول خدمة بتقدمها على بالخطوات كاملة. وازي ان انت بتسحب فلوسك وكلام ده كله. فتأكل ان انت تتفرج على الفيديو دوت بعد ما تاخد استراحة من آآ الفيديو دوت بعد ما تخلص واخد استراحة كده يشتر فيك وبالشي رايح آآ عشر دقايق واتفرج على الفيديو التاني اللي هو ازاي تلفع بقى الخدمة بتاعتك عشان الناس لما تشوفها بالشكل دوت انا انا مسلا شفت دلوقتي آآ احمد او محمد بيقدموا آآ خدمة اللجوهات دي. على طول هخش اتفرج واشوف انت مقدم ايه وكلام ده كله. وعجبني الشغل بتاعك. هبتدي ان انا اشتغل معك. فتأكد ان انت تكون عامل مسلا عشر عشرة لوجوز مسلا على قانفا. ابتدي ان انت ارفع الصور بتاعتهم على بتاعك في آآ عشان ما حد يخش يشوف الشغل بتاعك يجبه. يبتدي ان هو يشتغل معك ويقولك ان انا عاوز الخدمة بتاعتك. حاول ان انت كمان نصيحة مني تقلد الناس اللي هي عرضة الشغل بتاعها. شوف الناس بتبدأ آآ شغلها مسلا خمسة دولار. خليك دايما انت في البداية اقل واحد علشان الناس تبتدي ان هي تشتغل معاك. لان دوت على فكرة غالي جدا. هو طبعا غالي لان هو عنده جمهور والناس يبتدي بتشتغل معا كتير وعرفته. فهو غالي. لا يبتدي انت في البداية اشتغل باقى اقل حاجة موجودة واللي هي بتكون خمسة دولار. فانت لو عملت مية مبيع مسلا في خمسة دولار انت عملت خمسمية دولار. اي نعم مية مبيع مش هيجو لك على طول. ولكن استمر وحاول واكتهد. والله ربنا مش بيضيع اجر من احسن عملا. ربنا يكرمكم جميعا ويوفقكم جميعا. يلا بقى نشوف الفائزين بتوعنا من الفيديو السابق واللي قابليه. وهنعلن ان يا جماعة الفيديو دوت. كل اللي عليك انك تعمل لايك للفيديو. تعمل على الفيديو. تعمل شير للفيديو. وبعد ما بتعمل التلات خطوات دولة بتعمل بتبعتهمني على صفحة الفيسبوك بتاعت القناة. هسيب لك الدينك بتاعها في صندوق الوصف. كل اللي عليك ان انت بتبعت لرسالة فيها كده بالخطوات دي ان انت عملت لايك وتعليق على الفيديو. سواء ايجابي او سلبي. وعمل شير للفيديو. وتأكد ان انا بختار خمس فائزين. هبتدي ان ان اوزع عليهم برضو اه مية دولار كل واحد هياخد من المية دولار دي عشرين دولار جميل جدا الفائزين اه معايا في فيديو اه السابق واللي قابليه هو اه ليليان ولانسن والصفوة سويدي وميدو عبدي ومحمد الناج لو سمحت يا جماعة توصلوا معي خلال 24 ساعة عشان تقدروا ان انتو اه تحصلوا على الجائزة بتاعتكو لو سمحت الطريقة الدفع بتكون او تحويل بنكي دول الطريقتين الوحداء اللي انا بقدر احول بهم يارب الفيديو يكون عجبك لحد دلوقتي يارب لو استفت ولو بمعلومة صغيرة من اه فيديوهاتي ما تنساش ان انت تسيب لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه مشتركتش وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ومتنساش تطبق شروط المسابقة يمكن يكون لك نصيب منها شكرا جدا الى اللقاء